اشتركوا في القناة هذا الفيديو اكتر شي تعليمي للمبتدئين يعني لا تفكروش اني اعلمكم تقطيع الدقاغ اكيد انتم عارفين ممكن احسن مني كمان شوفوا اول حاجة دقاغة كانت منقوعة بمحلول ملحي بحط لكم رابطة المحلول الملحي هذا يبعد كل زفرة الدقاغ الدم يعني ينكه لكم الدقاغ اي زفرة او طعم مش حلو في الدقاغ ببعد المحلول الملحي طريقته موجودة بحط لكم ياتيب صندوق الوصف وكمان الرابط حق الفيديو حق المحلول الملحي برفقه اخر شي في الفيديو تمام اول حاجة انتم الان لما تشتو تخلو قلد الدقاغة انتم تبهو تقطعوها بعد ان تخلو القلد لا افضل حاجة انكم تخلو قلد الدقاغة وهي كاملة يكون اسهل عليكم تمام شوفوا اني باعتو اني كنت بعمل دقاغة مشوية لكن اختلف الطبخة وبعمل حنيد الدقاغ فلازم ان يبعد القلد اذا انتم تحبو قلد الدقاغة عادي يحطوه تمام خلاص هنا بعد ما خليت الدقاغة تماما شوفوا كيف خليتها كيف ما شاء الله الان بابدا اقطع الدقاغ شوفوا افضل حاجة تقطعو فيها الدقاغ الان المقصات في الان مقصات تجي مقص اللحوم يعني يقطع لكم حتى اللحم هذا اخدتو اني من ايكيا تقريبا احد نوع مقص اخدتو لللحوم يعني للدواجن زي ما يقولو افضل نوع اخدتو احد حق ايكيا وبس شوفوا كيف بس روعة قصت الدقاغة طبعا عملت رجل مع فخد والصدر قصمتو كده نصفين وما فيش استراع قلتلكم من المقص خلاص وخلصنا تقطيع ممكن تقطعو اقل من كده يعني تفتحو تخلو فخد وراجل والصدر كمان تعملو القناح الصدر يعني تقطعو نصفين كمان بس اني هدا بالنسبة لي كويس لانه كمان دقاغتي صغيرة خلص خلصنا التقطيع تعالوا نجهز الخضار شوفوا انا اللي بضيف الخضار في الحنيد زي ما تحبوا هو يفضل بس تضوفوا بصل وثوم بس حلو القزر حلو البطاطا يعني خصو إذا عندكم اطفال حلو تدخلو لهم خضار وخصو إنه يطلع ليين كده البطاطا تطلع سوفت ودايبة والقزر كمان والفلفل الرومي يعطي له طعم رهيب كله قطعته بشكل يعني شوفوا كبير نفس كده يعني أنصاف فقط ما تفرومون نوش لأنه نحن منضغطه في الضغاط وهنا عندي تومو وكمان الفلفل الرومي وهم عندي في البيت يحبوا حبة طماطم كده احط لهم كده يعني طماطم كده كاملة تطلع رهيبة مع النكهة مع النكهة تطلع ربعة قربوا أنتم قربوا على طريقتي بعد كده شوفوا إيش تضوفوا وإيش تنقصوا بعد كده يعني إذا أنتم حابين حتى كوسة ممكن تضوفوا كوسة خلص هنا قهزت الخضار وقطعته تعالوا نقهز الآن البهارات طبعا قطعتكم بالطماطم زي كده هنا عندي شوفوا كمون طحنته فرش لأنه خلص عندي الكمون فأني طحنت كمون فرش فكانت نكهته قوية بقيد روعة هنا باستخدام شوفوا نص من كل حاجة نص ملعقة نص ملعقة صغيرة من الكاري وشوية كده من الكركم وكمان بضيف الكمون حاجة بسيطة لأنه طحنته فرش ولما يكون فرش يكون قوي طعمه فضوفوا أقل من نص ملعقة وهنا عندي البهارات البدوية حق المرق عرفتوا حق المرق؟ أضفت ملعقة صغيرة أنتم إذا مش متوفرة عادي تعرفوا إيش تستخدموا ممكن مكعبات ماء مرقة ديجاج تعملوا وهنا بهارات السبع كل شي نص ملعقة بكتب لكم بصندوق الوصف المقادير شوفوا أني ضفت كده ربع من الماقيم حتى مش نصه فوضفت كمان قلت لكم أن بهارات المرق البدوية ملعقة صغيرة إذا مش متوفرة عادي بس ضوفوا إيش ضوفوا ملعقة من الدقيقة الدرة الصفراء إذا متوفر معاكم وأكيد الملح وقالت لكم بكتب لكم كل المقادير بصندوق الوصف وهنا عندي بابريكة ضوفوا أي بابريكة خلاص في قدر الضغط كله نحط مع بعض هنا شغلت أني قدر الضغط بديت أضيف الدقاج وأضيف الخضار كمان وأضيف الثومة والبهارات اللي حملناها كمان خلطناها والطماطم وثوم مهروس كمان حق ثلاث كده في صوستهم لأنه عندي راستهم كامل وكمان أضفت كده حق ملعقتين من الزيت زيت زيتون أو عادي وكمان أضفت ملح وفلفل أسود فلفل أسود فرش وآخر شي صبغة من لون الطعام وأضفت كوب من الماء طبعا نحنا الحنيد نحب فيبو شوية صوص بعدين برويكم إيش أسوي في الصوص لما يبقى بالحنيد إذا ما تحبوش فيبو كده صوص أعمله بس نص كوب ماء فقط الآن بغطي عليه بضغطه وبرفع النار أول ما يبدأ يصفر القدر قدر الضغط ببدأ أحسب له 35 دقيقة أو 30 دقيقة على نار هادئة أوطي النار بعد الصفارة بعد ما نسمعه تمام خلط وطيت النار لمدة 30 دقيقة أخذ مني لأنه دقاقت صغيرة إذا دقاقتكم كبيرة بيأخذ ممكن 35 دقيقة وما شاء الله إيش الريحة تقنن روعة روعة أمانت قبلكم القوع بقد قربوا هذي الطريقة صدقوني بتعقبكم والآن تعالوا نعمل الرز ما فيش أسهل منه هنا أضفت كمية من الزيت يعني كده شوية حق ملعقتين كبيرة زيت وأضفت بهارات صحيحة قرفة قروم فول هيل وخلوه كده تطلع ريحة تتحمص بالزيت بعد كده ضيفوا الرز أنا عندي رز منقوع ومغسول يعني مغسول ومنقوع بماء مغلي وخل لمدة 20 دقيقة بعد كده أضفت إيش بعد ما أضفت الرز أضفت ملعقة من الكشنة اللي عملناها ملعقة فقط وأضفت الماء والملح طبعا الماء يعني يكون مساوي للرز ما تزيدوش لأنه كانت منقعة بماء مغلي لمدة 20 دقيقة فأني ما أعملوش مرتفع أعملوه نفس كده كمية الماء والآن خلوه على أعلى نار أعلى نار لازم حبات الرز تتفتح على نار عالية بس نشف الرز وبدأت تتفتح حباته وقل الماء حق الرز ونشف قلبوه كده قلبتين وبدأو أكمره طبعا أني أول شي عملت لون عشان نقلوكم إيش بلاشر المكياج حق الرز وبدأت أغطي بورق زبدم بلل بالماء وكده بللته بالماء وعصرته وغطيته أو ممكن قصدير غطيته وحطيت أكيد تحته حديدة وكمرته على نار هاد أخليته على شمعة لمدة عشرين دقيقة أو خمسة عشر دقيقة ما شاء الله بعد خمسة عشر دقيقة شوفوا كيف الرز وأكيد برويكم المصدقية عشان شوفوا كيف الرز حبة بحبة وكيف طعمه لدي تخيلوا أنه هذا الرز اللي شفتوا داك الرز اللي بعدين لما يجي الليل كده تقوعوا تسخنوا تحموا رز وتبسوا كده تأكلوا سادة من غير أي حاجة هذا هو الرز هذا يعني هذا الرز كده فيبو كمية حنان مش طبيعية بصراحة بقول لكم إياها الرز اللي تطبخه لك أمك أو خالتك أو يعني أو قديتك أو عمتك هذا الرز اللي كده تحسوا فيبوك الحنان هذا كده الأكل اللي يأكل لكم يلا تقول لك أختك كلكم الخوات تروحوا تسخنوا تسخنوا الرز وتقلسوا كده آخر الليل تأكلوا يا السلام مع عشار مع شتني حاجة روعة وتعالوا الآن نقرب الأكل شوفوا ما شاء الله كيف الرز وأكيد شفتوا كيف حبقتوا للرز حباتوا لأنه خلنوا على نار عالية شوفوا ما شاء الله كيف الرز يا السلام وبس حطينا له قلت لكم مكياك كده يعني لون صبغة الرز كده شوية عشان يطلع قل لكم فخم قليل وبس والله ما في بوش أي حاجة ولا ولا كشنا ولا يعني حاجة بسيطة وحطت عليها فوقه كده الحنيد شوفوا البطاطا كيف بعد كل شيء سلام ودايب أنتم بتشوفوا كيف يعني البطاطا ما تكسرتش ولا حاجة والقزر كمان روعة وهنا شوفوا أخط الصوس أو مرقة الحنيد اللي يعني قلت لكم إيش من سوي بحطت له في الفل حاربودر هذا الزعيتري يعني أضفته اليمني بس أنتم تقدروا تعملوا أي شيء حتى ببريكة حارة أو ممكن تطحنوا معها في الفل أخضر أو ممكن من غير كده الأطفال يحبوا يخصروا بالأكل ما يحبوش الأكل ناشف حلو يخصروا بالمرقة إذا ما تضفولش في الفل حار طعمة لذيذة وشوفوا كيف الدقائق دايب والبطاطا يعني حنيد فخم وطعمه لذيذ وكمان شوفوا الثوم لما حطناه كامل كيف دايب اللي يحب الثوم وتعرفوا الثوم يعني مفيد مضاد حيوي الثوم لازم تحطوه في الأكل واسف والله بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوش تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومتس حلو منكم وأبدا ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحاب الحافة